بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حياكم الله عزى المشاهدين في برنامجكم إيمانيات وحديثنا عن قوله تعالى والله يعلم إسرارهم أسرار الناس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فلا نفتش عن خبايا الناس وعن أسرارهم ونتتبع ما يكون من أفعال الناس وربما بعض الناس يتصيد العثرات ويتتبع الزلات والعياذ بالله فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعامل الناس بالظاهر والله يتولى السرائر والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه كان يعامل الناس بالظاهر لأن الله قال والله يعلم إسرارهم فقال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام ويقضي بين الناس بما ظهر له قال أيها الناس إنه يأتين الخصم يعني يأتيه رجلان مثلا بينهما خصمه يأتي الخصم فأقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدع وهذا تحذير وتهديد منه صلى الله عليه وسلم يقول ربما أقضي فيما ظهر لي بنحو ما أسمع أن هذا له الحق على الطرف الثاني قد أخطئ في ذلك فأقضي إلى الطرف الثاني لأنه ظهر لي بنحو ما أسمع والذي يعلم أن الحق ليس له وإنما لخصمه فلا يحل له أن يأخذ بقضاء في هذا الأمر لأن هذا يبنيه القاضي على غلبة الظن في بعض الأمور تبنى على غلبة الظن لا يعلم بها القاضي لأنه لم يكن حاضرا وشاهدا فلذلك الله عز وجل تولى سرائر الناس لا نطعن في الناس وفي قلوبهم ونقول فلان يقصد كذا فلان يريد كذا إلا ما ظهر لنا منهم لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ما الظن فإن الظن أكذب الحديث أي أكذب ما حدثتك به نفسك عن الآخرين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم جاء في المخاري عن عمر إبن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الناس كانوا يأخذون بالوحي على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع قال وإنما نأخذكم بما ظهر لنا منكم فنحن نتعامل مع الناس بالظاهر ونعاملهم بالظاهر أما ما وراء ذلك من أسرار الناس قال الله والله يعلم إسرارهم فقضية الخوض في الغيبيات وأسرار الناس هذا لا يجوز وأيضا بعض الناس يتتبع فيوقع الإنسان في الخطأ والزلل بسبب هذه الريبة يقول عليه الصلاة والسلام لا تتبع عورات المسلمين فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه إنما يكونوا في الريبة كما قال صلى الله عليه وسلم ابقوا معنا عزيزي المشاهدين نأخذوا فاصلا ثم نواصل حياكم الله عزيزي المشاهدين ونواصل الحديث عن قوله تعالى والله يعلم إسرارهم فأسرار الناس لا نعلمها ونتعامل مع الناس بالظاهر هذا هو الواجب أما الطعن في النيات والتعد على الغيبيات هذا حرام انظروا إلى هذه الحادثة التي وقعت يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات لنلتقي الأعداء قال فصبحنا العدو فكان فيهم رجل أثخن القتل في المسلمين قال فاختبأت له حتى تمكنت منه فلما علوته بسيفي قال الرجل لا إله إلا الله يقول سامة فضربته فقتلته يقول فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنه أثخن القتل في المسلمين وما قالها إلا متعوذا يعني خوفا من القتل قال قال يا أسامة أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا أم لا ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة الله أكبر وهذا رجل كان كافرا قتل في المسلمين وأكثر القتل فلما رفع أسامة عليه السيف دخل الإسلام في الظاهر قال لا إله إلا الله فنحن نتعامل مع الناس بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر الناس لا نعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فقضية والله فلان يقصد فلان تقصد فلان لا ما يريد هذا فلان يرائي فلان لا نعلم الغيب ولا يحل لنا أن نطعن في نيات الناس وفي سرائرهم قال الله عز وجل والله يعلم إصرارهم فهذا الأمر حقيقة جدير بأن الإنسان يتق الله في نفسه ولا يسيء الظن بالناس أحسن الظن بالناس حتى يسلم لك دينك أنت لأنها بعض الظن إثم كما قال الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو الذي يتولى سرائر الناس وهو الذي يحاسب الناس وهو الذي أمر بذلك فلا يحل لنا أن نتعد حدودنا وأن نتجاوز الغيبيات ونطعن في النيات والله يعلم إصرارهم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يعاملنا برحمته وعفوه وأن يتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته